شاهدينا في كل مكان لسه لقاءتنا مستمرة مع حضراتكم من مدينة العلمين وتغطية خاصة لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته التانية والحياة انه من اهم الفعاليات اللي بتحصل على هامش مهرجان العلمين في هذه النسخة هو أربع شارع شلف برنامج ده بيقدمه طبعاً الزميل والإعلامي الكبير والعزيز شريف مدكور بيقدمه من على المسرح الروماني في المدينة التراثية في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته التانية هي فكرة هايلة وهنعرف عنها اكتر وهنتكلم عنها اكتر من شريف مذكور المنورني اهلا بك. اللي منورة الدنيا كلها بجد هسميه في شمس التلفزيون. يعني كثير والله. اولا مرسين انت جتي النهاردة واحضرتي الحفلة بشكورك جدا. ليه الفخر في الحقيقة. ان انا يمكن كنت اول مزيع السنة اللي فاتت يتم اختياره ويزيع افتتاح وختام مهرجان العالمين في نسخته الاولى. السنة دي في النسخة التانية فجأت وكل شكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انهم اختاروا ان اربعة شريف يتواجد في المسرح الروماني بحفلتين حفلة لبرانسست الغناء العربي ديانا حداد. وانتي حضرتي الحفلة. والحفلة التانية كانت مع طابلة الست وفرقة فؤادو مونيب. انا موجود دايما في المهرجان في الحقيقة كمان لان غير اربعة شريف كل يوم ثلاث بطلع في الحياة في العالمين نغطي كده ونقول اخبار المهرجان ايو اخبار المدينة ايو اللي عامل لي انبهار. نتكلم عن الانبهار وعلى فكرة ان حضرت الحفلتين مش بس داينا حداد. وانا خليني يقولك انا معجبة قوي بالفكرة الحقيقة شريف لانه فكرة انه اصلا كمزيع تعرف تحجز مكانة دي عند الناس كتير وتبقى حريص ان انت اتقابلهم في مدينة العالمين على هامش فعليات مهرجان العالمين. وخلي كمان يعني احييك على فكرة ان انت تدو خمس اسر عشان يجوا يحضروا الحافلة. اتكلمني انا مش عارفة يعني انا محتاجة اسألك اسألة كتير قوي والله. هو انا اعملت دعوة لخمس اسر وعملت دعوة لخمسة وعشرين سيدة من محاربات السرطان. انهم يجوا يحضروا. وزي ما تشوفت الست ديانة كانت مدفعلة جدا معاهم. او جميل القاهرة مخصوص. فبدينا شكرهم طبعا. وابصي مبسوط قوي ان يعني انا بحب اتفاعل مع الجمهور. واشوفوا الجمهور والجمهور يشوفني. يعني لدرجة ساعت اماشي مع اهلي. فاهلي يقولي هو انت تعرفهم? قولهم لا. قولهم اصلا بسلموا عليك يعني اجنقوا. كنت مع بعض مبارح. ورطلهم انا كنت معهم مبارحة التلفزيون. على الشاشة. بس طبعا دي حاجة نحمد ربنا عليها. وحلوة قوي ان المتحدة برضو مدتنا الفرصة ان احنا نطلع حفلات بكواليتي جودة عالية. هنقول في الصوت في الاضاءة تصوير مسارح زي ما انت شايفة عاملة ازاي? لكل النجوم المصريين والعرب اللي مشرفيننا ومنوريننا. وللجمهور المصري والعربي اللي يستاهل من على ارض مصر ومن على ارض العالمين ان هو يشوف صورة مشرفة. قول لي ليه شايف انه مهرجان العالمين من وجهة نظرك ليه شايفه مبهر? لانت قلت بتحديد ان هو مبهر. ليه شايفه مبهر? بس انا حقولك حاجة انا عندي انبهار من المدينة. لان انا يمكن قلت ده قبل كده واحنا عيارة صغيرين كنا وانروح نصيف مع اهلنا في مرسة متروح. كنا بنعدي هنا. البحر هناك شكله حلو قوي. فالرد كان يقول ايه بس عمرنا ما حنيجي هنا لان ده حق لالغام. قولهم الغام? الغام ايه? قولوا يعني لو مشيت هتفرقع. فس كت خلاص بابيتش على الله. بعدك اتعقدت بقى. لغاية لما من خمس سنين بتهاي نسمع انهم شالوا الالغام دي. اتنين مليون لغام تقريبا. وابتدوا يعملوا مدينة مش هقول عليها مدينة صيفية ومدينة شاطئية. هي مدينة الناس حتيجي تعيش فيها اكتب من ثلاثة ا اربعة مليون اسرة حيعيشوا فيها. بتاعت شريان حياة جديدة. بمدينة مبهرة. ويمكن خلينا بس نقول حاجة بعض الناس فهمها غلط. في بعض الناس يبعتول يقول لي ايه? هو احنا عشان نخش على مين بندفع اه 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 تذكرة ايه جماعة? هو انتم حضراتكم بتخشوا طنطة. بتدفعوا فلوس. بتخشوا كفر الدوار ولا كفر الزيات ولا اسكدير. بتدفعوا فلوس. مفيش الكلام ده. دي مدينة مدينة. وبعدين لازم بردو نقول كزا مرة عشان في ناس مكادش مصدقها ان في شاطق مجاني. وما عملت بوست عندي على الفيسبوك قالوا ده بيقول اي كلام. رحت واخد الكاميرا والمايك زي حضرتك كده ونازل على شاطق المجاني اهو والناس دخلق ببلاس. تكلمني بقى في الشاطق المجاني بما انك روحت هناك بالكاميرا. احكي لي عن تجربتك هناك والخدمة اللي تتقدم لك السيربس المقدمة على الشاطق. الشاطق المجاني بتخشيه ما تفعيش ولا ماليم. عايزة شمسية حت اجاري شمسية. عايزة كورسي حت اجاري كورسي بأسعار محترمة. انا قلت للناس اجاروا شمسية وهاتوا معكوا فوادكوا واعودوا على الارض زي ما كون. هوا احنا زمان. عمرنا ما كنا بنصيف ونعد على كراسي يعني ما فيش الكلام ده. كنا بناخد. هاتوا يقولك ايه نعمل من الرملة. النعمة مخدة. فاهمت الاغنية في كده. فاكنا بنعد على الرملة ومبسوطين جدا. فقلت لهم وهاتوا معكوا اكلكوا. وبعدين جوة الشاطق ده فيه كافيتيريا فيها كل حاجة بالاسعار الطبيعية مش الاسعار السياحية. حتى فيها شيشة كمان. اللي بيعيبوا الشيشة يعني ضد الشيشة فيها شيشة. في شاطق تاني مجاني هما اتنين. واحد للأسر وللناس. والشاطق الثاني ذو الهمم والطلبة انه بيخشوا يستمتعوا. وبوصي بقى يعني الاهتمام. الشاطق دائما بيبقى رامل. الشاطق ذو الهمم عاملين في الاول حتة كبيرة قوي زينجيلة نشفة شوية. عشان لو حد بويلد شير كورسي بعجل يقدر يتحرك عليها. فكل التفاصيل يعني واخدين بالهم منها. يا جماعة وبعدين وزارة العاملة بياخد الناس وينقلهم بتذاكر مخفضة لحد ما من محطة عدلي منصور ومحطة سيدي جابر. فهي دي مدينة لكل المصريين. مش فهم ايه الاشاعة او مين اللي قال ان دي مدينة للاغنياء فقط او لنخبة او مفيش الكلام ده. تعالوا وشوفوا. صحيح. حتى الممشى السياحي اللي موجود. امشي براحتك. هاتي معاك سندويتشاتك وعودي على الكنب مش هتدفقوا حاجة. العروض اللي على الممشى. في حتى عروض فنية على الممشى. صحيح. كل عروض وزارة الثقافة ببلاش. ورياضية طبعا كل العروض الرياضية وزارة الثقافة كل عروض دي ببلاش والسيرك والحاجات دي كل ده ببلاش. قولي بصراحة كده لما جيت في الاول كده ترسم اه اربعة الشارع الشريف من على المصر حرومية. تخيلت انه هيبقى بالحجم ده. بوسي انا هقول لك حاجة انا ما تدخلتش قوي. او وكروا البرنامج. جي قالوا لي هم عاملين الحاجة المناسبة لنا. فالادارة كانت عاملة كل حاجة بالشاشات. ويمكن في حفلة ست ديانة كمان انا طلبت ان صورتي تتشال ونصورها هي. قلت ما يصحش. لازم صورها هي اللي تتحط وشيلوا صورتي. الناس عارفة شكلي يعني مش مشكلة. حطوا بس لوجو اربعة شارع شريف ولوجو المهرجان. بس الادارة هي ساعدتنا في كل حاجة. بصراحة. يعني هم عمل وانحنا جينا زي بيقولوا كده عالجاهز. عالجاهز. بس الجمهور بقى كنت متوقع انه هيبقى الحضور بالشكل ده. مش عارفها بقى مغرور لو قلت اه. لا بالعكس حقك. يعني لا حقك. كنت متوقع انه الجمهور حييجي. اولا خلي بالك ان اغلبية الفعاليات. طبعا انت عارفة المهرجان فيه تلتمية فعالية. اغلبية الفعاليات الجمهور جاي الناس متعطشة تشوف حاجة حلوة. الناس عايزة تتفرق. يعني احنا النهاردة واحنا قاعدين في الحفلة لانها ست في في عبدو دخلة. ومبسوطة وقاعدة وتسقف ومبسوطة جمهور. ومع الاسر المصرية واطفال. ولو تلاحظي جمهور برضو 14 عشرية اغلبيته اسرة. ايه. الاب والام بالعيال والجدود. فدي بالنسبة لي حاجة مهمة قوي. واثبتت انه. يعني الناس شافت جمهور البرنامج. اثبتت اولا ان جمهور البرنامج كبير. اثبتت ان المهرجان كمان عامل امبكت او ساي باثر قوي. واثبتت انه قدي انت حاجز مكان بجد في قلوب الناس. يعني شريف ما شاء الله ما شاء الله. دي حقيقة انت النهاردة واحنا نتكلم لا ان كان محاربات السرطان او حتى الناس اللي جاي من الصعيد. وناس جاي من القاهرة مخصوص ما شاء الله. من كل مصر. بتختار بقى الفنانين اللي تقدمهم من على مصرح اه روماني في اربعة شهر اشتري بتختارهم على يعني ما ايه الخلفين انت عايز تقدمها ايه الفكرة انت عايز تقدمها. اتكلم بهم انتهى الامانة. لما نزل بتاع الحفلات. انا مكنتش عارف ان انا حامل حفلات اصلا. فلاقيت بوسي بقى للشطارة. وما تبقي برضو في حتة فيها فاهمة. انا لقيت اسمي محطوط جنب طابلة الست. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ We هم عارفين كل واحد فينا من الموزعين كل واحد بيشتغل من الآخر في المتحدة هم بيحطوه في المكان المناسب فيه اللي ينور من أول الفني للموزيع للمصور للبروديوسر كل واحد محضوط في الحتة اللي بيفهم فيها علشان يطلع كواليتي أو جودة شغل وشاشة حلوة انا بأكد كمان على كلامك وفكرة وجود ده انا حدد النهار ده بجد هي حاجة اوتو دي بوكس كانت وحشانة وحش الناس جدا كانت مبسوطة بوجودة والناس حافظة الأغاني وجايبة جايبة بناتها وقعدوا جنبي وشان في ناس نسمى الأغاني ويقول تلاحظي أجيال مختلفة يعني حتى قلت لها انتي قلت ما سولولي وانتي أغانيكي زي الماسولولي كل ما بتقعد كل ما بتبقى شايني أكتر وبتبقى بتلمع وبتبرق لها بريك زي ما بيقولوا اختار الأغاني بطريقة حلوة من أول أغنية ساكن يعني في ست دي انتي عارف زي ما كنت شتت ولدتي دي كانت ستة وتسعين ولدتي للأسف كنت تولدت كنت تولدت وفكريها معظم الأغاني كنت تولدت وفكريها وكنت عادة بغاني شفتني وأنا بغاني شكلها صغر أو الحمد لله طب والله دي شهادة أعتز بها ما كنتش تولدت يا شريف لا أنا من مولين سبعينات من زمان قوي لا 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 ما شاء الله مش باين والله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر قلت تلاتة ما شاء الله طب قولي أكتر أغنية بتبقى لدينا حدد وأكتر أغنية بقى كان في كده انتراكشن من شريف عليها انا جدني نحب كل أغنية من الشزار ولكني بالنسبة لي أمني وساكن وماسي ولولي أنا بالنسبة لي العشق ومكن أسمعا بها تلاتة مرات و pinch 4 ساكن لا ساكن ولا موسط ما سلولي جابوني ما سلولي جلت أنا ما رايدة ما رايدة غير حبيبي جوا حدث هيا حلوة هيا حلوة والله طيب قول يا شريف عايز تقدم اي جديد بقى في مهرجان العالمين وانت شايف مستقبله ازاي الفترة الجاية لا بصي هو أنا طبعا أصيشاتي مجروحة لأن هو المهرجان اتولد عالمي كده وضخم جدا موجود من أوله كمان فجاهد عليه كمان فجاهدتي مجروحة لا طبعا أنا معتقد أن السنة الجاية شوفي يعني إحنا سالفتت زرنا فوق المليون زائر السنة دي أعتقد هنكسر حاجز الاتنين مليون لأن زحمة بقى في زحمة 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 مش زار السنة الجاية أنا من توقعي نحن نكسر حاجز الخمسة مليون زائر لأن فيه إبهار كل السنة بيزيد ناس كتيرة هتبقى سكنة أكتر ناس هتبقى عرفة إزاي تيجي أكتر شاعت إنها عشان نخش ندفع فلوس وللأغنياء والكلام البيخ ده هيكون رحمة عند الناس الناس هتبقى شافت فأعتقد لا هيبقى فيه حاجة كبيرة سنة جاية إن شاء الله أخيرا بقى عايز أعرف منك إنت إزاي عرفت أنا مش بقر خالص ولا بحسن والله العظيم إزاي عرفت يعني فكرة إن موزيها راجل يدخل البيوت المصرية خاصة للستات المصرية ويبقى بالنسبة لهم نومبر ون إزاي بوسي أنا طبعا بقى لي ستة عشرين سنة في الشغلانة دي هقولك السر الطبيعية وما فيش تكليف حتى أنا عايز أقولك حاجة مع احترامي لكل الناس أنا حتى بطلع في برنامجي الموزيع المحترف حتى بتقول أخبار الرجالة اللي بيطلعوا المفروض بيبقوا حطين فاونديشن كريم أساس وميكاپ وحاجات كده أنا ما فيش غالص يعني أنا بطلع كده بياخد دوش بيت واروح طالع قدامي الكاميرا لأن لو حطيت حاجة ححيث أن أنا لا شوية ما احترامي لكل الناس ححيث أن أنا حطت ماسك أو حاجة مش شريف مش بطبيعته فأنا بطلع بطبيعتي بعجب ناس ومش بعجب ناس ودي حاجة طبيعية إن في ناس تختار في ناس تحب شريف جدا 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 في ناس شايفة إن شريف بيقدم محتوى تافه ومالوش لازمة حتى اللي ما كانتش حبة محتوى البرنامج كل شوية إيه ده إحنا ده طلع ده طلع عنده بيقدم فقرات ثقافية خلي بالك البرنامج عندي فيه كمية فقرات ثقافية غير طبيعية عندي فقرة مع جلادس حداد بنتكلم فيها عن مصر القديمة اللي هو فرعنا بس أنا بنقولش عليها فرعنا اسمها مصر القديمة عندنا يا أستاذ خيري حسن بنتكلم عن شخصيات مؤثرة كانت في الكرن اللي فات عندنا أستاذة سعاد سليمات بتكلم عن شخصيات عالمية لها تأثير سلبي أو إيجابي بعدنا فقرات كتيرة قوي كلها تقيلة بس بنعملها بطريقة شريف مدكور اللي هي البساطة والتلقاء القرب من المشاهد كمان سعيدة جدا بجاءت سعيدة جدا بالخاية معاك النهاردة وأعتقد أن فيش طبيعية أكتر شمس الإعلام المصري أنا حسميها كده دي شهادة هنعتز بيها ونكتبها شمس شموسة شريف والله ده نورك أنا سعيدة بيه جدا شرف شرف لأي مزيع أن يكون ماسك مايك عليه القناة الأولى القناة الأولى المصرية دي شرف لأي حد يظهر على شاشتها لأن اللي ما دخلش وما تعلمش فيما سبيرو فاتوا كتير فإن أنت تتواجدي فيما سبيرو في القناة الأولى دي حاجة مهمة جدا وأنت فهم أصدقين طبعا أنا بحية ده يعني ماسك ماسك مايه بنسبي ده بيتي وشرف لي أن هو يكون يعني محطة مهمة في حياتي المهنية استغلي في المحطة الأول محطة طلعت على التلفزيون المصري واستمرت واستمرت وحتفضل مستمرة طبعا أكيد ومستمرة وبنجاح وسعيدة جدا باللقائي معاك النهاردة ودايما بتمنى لك النجاح يا رب دايما وتمنىك دايما طبيعي وجميل وقريب زي ما أنت ونزي كمان وكل حفلات تجيها كل عزامك فيه تاني حفلات أكيد هتقولي مفاجأة شعر ودي المفاجأة في حد ذاتها نفسه شعر كل حفلات بلبس مصري كل اللبسي بيكون مصري صناعة مصرية الأسبوع اللي فات في حفلة كنت الاتنين من عند أميرة قزامل هي اللي بتفسر لي البيدل حقيقة على اللون الحقيقة مش ربنا خلق وردة لونها رز يبقى اللون ده خلقة ربنا يبقى نلبسه مين اللي قال لأ أنا معاك أنا معاك والله يعني البس بينك براحك حنغير المفاهيم يعني حنغير المفاهيم هو كده